هنتكلم النهاردة عن الغالبية او الادبلو في عربية شاحنة مرسيدس اكسر من خلال استخدام برنامج او برنامج الداس وجهاز ستار ندخل له فعال اول.\par ودخل أولى فعال اسمها فعالك فعالك. انظر امشح الان. امشح الى امشح الى اختيار التالت دعو امشح الى امشح انظر او امشح الى احتيار الثالة. اختار اختيار نوكس تورك ليمت وضغط عليه ودوس F3 او انتر هيظهر لي فيه صندوق هنا اختار رأى 100% ودوس F3 اختار 100% من السهم ده دوس على السهم انزل لستة كده اختار منها 100% ودوس F3 اختار الشاشة اللي قدامنا مكتوب عليها FDoc Entry تمام؟ هستنى شوية كده هيظهر عندي حاجة اسمها الRandom Number اللي هو زير واحد تلاتة واحد وتحتها الID Code اللي هو 13 12 11 10 وتحتها حاجة اسمها Calculation Type Exit هستخدم الFDoc فيه عندنا طريقتين فيه FDoc اللي موجود عندي على الجهاز او التطبيق الصغير ده بختار منه بكتفين الRandom اللي هو الRND ده فيه صندوق صغير مكتوب عليه ARND بكتب فيه 0131 ده اللي هو بالنسبة للFDoc طبعا زي حاجة زي الكراك كده بتبقى متسطبة تطبيق صغير مساحته بالكيلو او واحد ميجا تعريبا بدخل فيه الارقام اللي موجودة عندي فيه الDAS باخد الارقام اللي موجودة متداس وبعدين بعمل generate وارجع تاني للDAS تمام؟ اول حاجة بكتب الرقم اللي هو الRND او الRND 0131 واكتب الID اللي هو 1312 1110 واختار طبعا اختيار XT هو طبعا مختار XT بادوس generate يديني الرقم اللي هو اللي انا هكتبه عندي فيه برنامج الDAS بادوس طبعا F3 بيظهر لي واحد خلال واحد واحد اتنين واحد ثنين خمسة تمام؟ دي طريقة من طرق ان انا احصل على الRND نمبر عشان ايه؟ ادخل علي الDAS دي طريقة من ضمن الطرق وفي طريقة تانية ممكن من خلال موقع الفي اللي هو خاص بجهاز تراك اكسبلورر بيديني برضو حاجة اسمها الاف دوك اولاين هنشوف الطريقة التانية اللي هي الاولاين مع بعض ده الموقع طبعا بتاع في او الاوتو في اللي هو خاص بجهاز تراك اكسبلورر هسيبلكو طبعا اللينك تحت في صندوق الوصف بدخل عليه باختار بعدين من الاختيارات اللي فوق دي اختيار التالت ننزل الرسالة دي ده طبعا اف دوك الكليتر بيديني هنا اول حاجة بقول اختيار الدولة بيختار طبعا الدولة ايجيبط طبعا لو مصر لو دولة تانية بيختار اسم الدولة الايميل طبعا انا هكتب الايميل اللي بتاعي الراندم نمبر دي هاجابها من البرنامج اللي احنا كنا شغالين عليه تمام الراندم زير واحد تلاتة واحد زير واحد تلاتة واحد والايد كود اللي هو تلاتةاش اتناشر تلاتة واحد زيرو تلاتاشر اتناشر تلاتة واحد زيرو والكالكوليشن طايب كالكوليشن طايب اكس تي دي اخليها اكس تي هنا بيقول لي بداخل غيرات اتناشر ان تلاتيا اتنشار بي اوتو في اطو في تلمانه وهنا ادوس على كالكوليت هنا طبعا بيقول لي يعني هنا مش بيديني كمان النتيجة هنا على الموقع بتاعي لا ده بيبعتها لي على الاميل يعني يقول لي في خلال دقايق هتظهر عندك على الاميل ممكن ندخل برضو على الاميل نشوفها تمام في اول رسالة هي موجودة زي ما احنا شايفين بيقول لي طبعا دي الارقام اللي ندخلتها اللي هو الراندم والايد وكالكوليت الطيب والفدوك ده بقى دي النتيجة اللي هي ظهرت فور آآ دي طبعا آآ فور داس أولدر ذان الفين وطرطاشر تمام؟ ملتر زين يعني دي اللي هو لو الداس بتاعي اقدم من الفين وطرطاشر بيبقى الرقم ده لو احدث من الفين وطرطاشر يبقى بالرقم ده طبعا انا الداس بتاعي اقدم من الفين وطرطاشر هاخد الرقم ده باخده كده وانسهه او اخد تلت ارقام تلت ارقام وارجع تاني البرنامج الداس بتاعي زي ما احنا قلنا يظهر الخانات دي باكتب الارقام طبعا نفس الرقم ده واحد تمانية واحد اتنين واحد اتنين زيرو ساعة اتنين زيرو خمسة وعشرين لو دخلنا هنا تاني رجعنا على الايميل هنلاقي نفس الرقم بتاعي اللي هو ظهر في هنا طبعا بيوضح لي هنا حاجة تانية انه ممكن لو الموديل احدث طبعا لكن انا عشان يسخط الداس اقدم فبالتالي حيلاقي الرقم ده هو مطابق ل اللي ظهر عندي او اللي هو استخدمنا طبعا هنا بعد ما خلصنا طبعا ايا كان الطريقة احنا كتبنا الكود تمام بعد ما حكت بالكود هنا في سواء من ده او الراندم اه تمام بيقول لي هنا ادوس في ثلاثة تمام كده ادوس اف اتنين عشان اكمل طبعا اختيار ظهر عندي ان هو مئة في المية مئة في المية طبعا بادوس رجوع عشان ارجع تاني للقائمة السابقة طبعا بيسيف العملية دي طبعا هدوس على اف واحد عشان ارجع القائمة السابقة لان كده خلاص انتهت عملية الغاء الادبلو من السيارة بتاعتي للأكثر